اذاعة سلطنة عمان تطلعاته الى مستقبل افضل وحياة اسعد اجمل البث المباشر مواضيع مختلفة على بصاة الحوار نحن معكم على الهواء مباشرة ومع برنامج البث المباشر البث المباشر بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم ايها الاحبة في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي البث المباشر موسيقى نحن معكم مستمعين الكرام في هذا البث المتواصل معكم على مدار هذه الساعة في هذا اليوم الجميل هذا اليوم هكذا الذي يشهد امطار خير وبركة جعلها الله امطار خير وبركة وعمى بنفعها البلاد والعباد موسيقى حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الكرام ستكون حلقة عامة في جزئها الاول نتناول عددا من الردود التي وصلتنا من عددا من الجهات الحكومية موسيقى نسعد بطبيعة الحال مستمعين الكرام بتواصلكم معنا عبر رقمي البرنامج المعتادين 2469-2666 والرقم الاخر ايضا 24602794 موسيقى لعلي مستمعين الكرام ابدأ بقراءة بعض الردودة التي وصلت الى البرنامج قبل الانتقال الى الاتصال بعدد من المعنيين في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وقبل ايضا ان نشرككم معنا في عدد من المداخلات عبر ارقام البرنامج التي ذكرناها وسندكرها تباعا باذن الله كان هناك تواصل من احد المواطنين يتحدث بان لديه ابن يتأخر في الوصول الى البيت ويطالب هكذا بالاضافة الى مجموعة من المتصلين يطالب وزارة التربية والتعليم بوضع حافلات احتياطية للمنطقة السادسة تحديدا من ولاية العامرات هذا المطلب نتيجة لظروف تأخر حافلات المدرسة عن الطلب وبالتالي تأخر وصولهم الى المنزل تواصل فريق عمل البرنامج مع وزارة التربية والتعليم وتحديدا مع دائرة الاعلام بالوزارة ووعدونا بانه سيكون هناك رد بشكل كامل حول موضوع الحافلات الى الان لم يصلنا الرد لكن بلا شك ننتظر هذا الرد في حلقاتنا القريبة باذن الله ايضا احد المتصلين تحدث بان زوجته درست صيدلها صيدلها في جامعة نزوة ولم تتوظف وتم عمل اختبار متقدم او بروفيشنال في الكلية قبل التخرج ولكن الان يتم اعادة اختبارهم من قبل وزارة الصحة عند التوظيف وكان يتساءل حول هذا الموضوع تحديدا تم التواصل ايضا مع المعنيين في وزارة الصحة وافادون بانه تم رفع هذا الموضوع الى مكتب سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة وفي انتظار الرد من مكتب سعادته الى البرنامج حول هذا الموضوع في القريب العجل قبل ما ننتقل ايضا مستمعين الكرام لاخذ او للتواصل هاتفيا مع المهندس سليمان الصبحي ايضا هناك رسالة وردتنا الى البرنامج تحديدا من وزارة الصحة وتقول الرسالة بداية اذ نشكر جهودكم المتواصلة في التواصل مع دائرة الاعلام او اسف العلاقات العامة بوزارة الصحة بداية اذ نشكر جهودكم المتواصلة في التواصل مع دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة وردا على استفسار أحد المواطنين المتصلين ببرنامج البث المباشر حول المطالبة بإنشاء مركز لفحص العمالة الوافدة بمحافظة جنوب الشرقية جاءنا الرد بأن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية بصدد إنشاء مركز لفحص العمالة الوافدة في القريب العاجل يخدم قطاع جعلان ولايتي جعلان بني أبو علي وبني أبو حسن وولاية الكامل والوافي تحديدا الرد هذا من وزارة الصحة والموقع باسم سالم بن راشد السعيدي مدير العلاقات العامة وطبعا هذا الرد المكتوب جاء للرد على المواطنة الذي كان يسأل عن ضرورة أن يكون هناك مركز لمخصص للأمراض المعدية وفحص العمالة الوافدة في جعلان بني أبو علي أو جعلان بني أبو حسن لأن الموجود الآن يقع في ولاية صور وهو بلا شك بعيد وهناك أيضا ازدحام على الطرقات المؤدية إلى هذا المركز أحد المواطنين كذلك مستمعين الكرام تواصل معنا للحديث عن همية ترميم إحدى القلاع الموجودة في ولاية صور وتحديدا قلعة الرفصة الموجودة هناك طبعا نتواصل الآن مع المهندس سليمان بن حمد الصبحي مدير دائرة الترميم والصيانة بوزارة التراث والثقافة للرد على هذا الموضوع وأيضا عمليات ترميم القلاع معنا أهلا وسهلا بك المهندس سليمان أهلا وسهلا أستاذ محمود الله يسلمك ومساك على أستاذ المستمعين الكرام في إذاعة سلطنة عمان مساك الله بالنور والسرور أهلا وسهلا أستاذ محمود المهندس سليمان أحد المواطنين يسأل تحديدا عن ترميم إحدى القلاع في ولاية صور وكما هو مسجل أمامي أعتقد أنها قلعة الرفصة الموجودة هناك بالفعل أستاذ محمود أول شيء نشكر لأخ عبد الله لمشارك على اتصاله في الحقيقة كنت لم تابع الاتصال خلال الأسابيع الماضية على ما أظن وأعتقد جميل كان يستفسر عن موضوع ترميم قلعة الرصة في الحقيقة هي ليست ترميم وإنما كان يستفسر عن عملية صيالة لأن القلعة تم ترميمها في عام 1992 ميلادي من قبل هذه الوزارة ضمن مجموعة آخر عملية ترميم في 1992 في 1992 تم ترميمها من قبل هذه الوزارة حسب البيانات والمعطيات المتوسرة بدي لآن نعم طيب مهندس إمام 1992 إلى اليوم يعني أكثر من 22 سنة تحتاج إلى عملية ترميم مرة أخرى ولا أمور الترميم جيدة يعني لا أمور الترميم جيدة بس أستاذ محمود كما يعلم المستمعون الكرام بأن السلطنة في فترتين تعرضت الأنوال المناخية الأخيرة وبالأخص على ولايات محافظة جنوب الشرقية بالضبط حيث تأثرت تلك القلعة والذي المقصود بها قلعة الرصة تساقط البستر الخارجي فقط أما القلعة الحمد لله بحالة جيدة والوزارة طبعا اتخذت لإقراءات المناسبة لإقراءة عمليات صيانة في بعض المواقع ومنها هذه القلعة التي ذكرها الأخ عبدالله الشرقي طيب إذا كان عبدالله الآن يتساءل عن عمليات الصيانة أخي المهندس سليمان عن ماذا تحديدا نتحدث الآن في أمر الصيانة ما هي الصيانة المشمولة الآن والتي تتعرض لها هذه القلعة طبعا القلعة بحاجة إلى أعمال بلاستر خارجي فقط أما كالهيكل خارجي للقلعة فالحمد لله القلعة في حالة جيدة فقط طبعا ليس صيانة قلعة الرشاة فقط وإنما هناك مجموعة من الأبراج في نفس الولاية سوف تشملها أعمال الصيانة إن شاء الله الأيام القريبة إذن لا توجد عملية الصيانة في الفترة الحالية ولكن هو المعهود أن تكون قريبة قريبة إن شاء الله على علمك أستاذ محمود بأن الوزارة لا تعلق أهدا بالأخص في ولاية صور حيث هناك مجموعة من المشاريع التي قامت الوزارة بترميمها ومن ضمنها حصن بلاب صور وحصن السنيفلة وحصن العيقة وحصن رأس الحد وأيضا الوزارة قامت بمجهود ودور قبار في موقع قلهات الأثري حيث تم ترميم ضريح السيدة بي بي مريم وأيضا هناك فرقة جنبية وفرقة عمانية تقوم بأعمال تنقيبات أثرية على مدار العام في تلك المنطقة وكما يعلم أستاذ المستمعون الكرام بأن الوزارة أيضا قامت بترميم مجموعة من الأبراج في ولاية صور تقدر بعدد حسب بيانات المتوفر لدي 12 برق وأيضا نالت تلك أعمال الترميم النيابة التابعة للولاية وهي نيابة طيوية حيث تم ترميم قلعة ميبان في تلك الولاية وأيضا عدد أربعة أبراج طيب شكرا لك المهندس سليمان لا شكرا على واجه وكما نود أن نتقدم بشكل جزيل للأخ عبدالله المشرفي على الاتصال الهاتفي في الحقيقة الوزارة على تم الاستعدال للتعاون مع أي مواطن يتقدم بالمطالبة في النهاية مصرح القميم والمحافظة على هذا التراث العماني الخالي بالضبط هذا واجب الجميع مثل ما تفضلت إن شاء الله واجب الجميع وإن شاء الله عسى نكون عنده حسن الظن بإذن الله أشكرك جدا المهندس سليمان بن حمد الصبحي مدير دائرة الترميم والصيانة بوزارة التراث والثقافة وكنت ترد حول موضوع ترميم قلعة الرفصة التابعة لولاية الصور شكرا جزيلا شكرا لكم حكرا لكم الله أيضا مستمعي الكرام سنتواصل حول أحد المواضيع لكن بعد دقائق من الآن فقط لظروف فنية مرتبطة بالضيف معنا في البرنامج تحديدا حول موضوع يعني بوزارة الإسكان عموما نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام عبر رقمي البرنامج 2469-2666 والرقم الآخر 24602794 معي الوالد حمد العلوي الوالد حمد كيف الحال؟ مساك الله بالخير الأخ محمود مساك الله بالنور والسرور كيف صحتك؟ بخير الحمد لله الله يحييك أخبار ماش عندنا شعر في علوم أخبار طال عمر أبدا الله يسلمك من صوبنا ماشي كيف الأمطار معكم؟ كيف الأمطار معكم؟ الحمد لله ماشي أمطار الحمد لله رب العالمين ماشي خفيفة يعني الحمد لله يبدو أن اليوم طبعا نتكلم الآن البث المباشر الآني الآن على الظهيرة يبدو أن الأجواء جميلة في محافظة مسقط وتشهد أمطار فعسى الله يجعلها عاما إن شاء الله إن شاء الله تعالى إن شاء الله أمين جميعا تفضل والد حمد وطبعا نشكركم على هذا البرنامج ونشكر للقايمين في هذه الإذاعة طال عمرك الله يسلمك هو برنامجكم جزاة الله خير أخوي محمود عندي موضوع شارع يعني من ملف صيّع إلى المشتشفى ينقل من ملف صيّع؟ من ملف صيّع إلى المشتشفى ينقل نعم هذا طال عمرك سوّته البلدية هذا الخطة هذه صار يعني أول تراب كل تراب يدخل على البيوته هذه وجابته البلدية ما أنه شارع رسمي ما صار رسمي بعده نعم من ملف صيّع إلى المشتشفى والآن كل حفر في هذا الشارع كل حفر يعني يعني طريق ترابي هو؟ أول ترابي بس جابوه يعني يوم صار الطلبات على إجابة البلدية يعني شوارع داخلية نعم صار هذا من ضمن الشوارع الداخلية فالآن تم سفلته والآن معبد ولكنه متضرّر ما من اليوم سفلت هذه ما من اليوم من صارت حوالي تو حوالي إوابك عشرين سنة تو على هذا الشارع ما تغير ما شاء الله والحين ارتبط الشارع هذا على شارع على المواصلات وزارة المواصلات الآن ارتبط الشارع نعم ونطالب معاني يعني وذات المواصلات تربط الشارع من يعني جاي رئيسي من من عبري لا يمكن نعم تواصل هذا المشوار حتى يوصل إلى المنفس طال عمرك لأنه أصبح ضروري تعتمدوا عليه نعم هذا شارع عام طال عمرك شارع عام هذا شارع عام الله يرضى عليك وتوها الحين كل حفر هذا الشارع طيب أي هذا كنت بأسألك كنت تذكر أنه في حفر إيش سبب الحفر هل بسبب الأمطار والأودية لا والله سيارات الكبيرة سيارات الكبيرة شحنة كبيرة سيارات الآن الحمد لله رب العالمين صار الشارع متواصل يعني من سيارات من المراعي وثيارات الثانية كل السيارات الثانية على الاعتماد نعم ونطالب من الله تعالى ومن الحكومتنا الرشيدة تواصل على هذا المشوار إلى الملف صيع طال عمرك حاضر واضح الرسالة للوالد حمد وكذلك لله ألف وخير طال عمرك الله يسلمك شكرا جزيلا حياكم الله حياكم الله معي مكانمة أيضا من محسن التوبي محسن سلام عليكم السلام عليكم لا أخم محمود مرحبا مساك الله بالخير مساك الله بالخير الله يسلمك حياكم الله لا أخم محمود أنا عندي ملاحظة بخصوص وزارة الزراعة نعم هي متعلقة بوزارة الزراعة وتقريبا وزارة غرف التجارة وصناعة عمان بخصوص بيع المواشي نعم ترخيص بيع المواشي الآن نلاحظ نحن أن بيع المواشي الآن في مركبات وبغير طريقة سليمة يعني المواشي يظلن فترات طويلة على الحرارة صحيح والشاحنات يعني ما فيهن أمن وسلامة لهذه الحيوانات يعني تظل الشاحن من الصباح وحتى العصر يعني الحيوانات يتأثرا بعض المواطنين يقوموا بإشاراء بعض الحيوانات من السيارات فمعرضات للموت يعني معرضات لإيكون المرهقات يعني يكون أن يمكن يجوز أنه ما فيهن إشراف صحي فنتمنى من وزارة الزراعة أن تشرف على هذه المركبات التي تبيع الحيوانات نعم لأن تحصلها في ساعات طويلة يا أخي واقفات على الشوارع على كذا بالضبط بالضبط فنحن نعمل لأنه هذا في نهاية استخدام آدمي هذا صحيح الناس تعرض مثلا إلى مطاعم تحمل إلى مطاعم إلى المصالح في ناس يمكن يشريوهم من السيارات وعلى طول يذبحوهم صحيح استخدام آدمي وخلنا أيضا محسن نرجع للمبدأ الأول أيضا حتى الرأفة بالحيوانات أغلب الأخوة الذين يعملون في مجال بيع المواشر اليوم حتى يأخذون مواقع عشوائية ويقفوا هكذا في وضح النهار وتحت الشمس وبالتالي صحيح هناك ضرر عليهم لكن هناك ضرر أيضا مفتوح على هذه الحيوانات والمواشر الموجودة معهم أتمنى الأخ محمود كمقترح أن يعمل في كل محافظة حظاير الحيوانات بإمكان هذه الناس تزاول هذه المعنة في الحظاير صحيح يعني من الأفضل أن الواحد يخطط نتاحة كبيرة في أي محافظة في معظم محافظات أو في الجميع محافظات سلطنة وأنا كمواطن أعرف أن هذا الموقع الآن موجود لبيع المواشر والحيوانات صحيح لكن الدول المجاورة الآن في حظاير ما شاء الله يعني على المستوى طبعا اقتراحك جميل وفعلا مثل ما ذكرت أن هذا الاقتراح موجود في أكثر من دولة حقيقة أنه هناك حظاير بلدية يتم فيها من أروحنا لأي السيارات في الشوارع وبعض المواقع كما قلت في مواقع عشوائية من الأفضل أن تكون في حظاير معتمدة مصرحة تحت شراف وزارة الصحة بيطاري يعني أنت تشري هذه الحيوانات مطمئن يعني أنه في مصدر في تقلل ترجع للحظاير هذا اللي هي شرافين يعني نعم وحتى لو تطلب ذلك من شوي أصحاب المواقع حتى رسوم بسيطة ما أعتقد أنهم راح يتردده لكن هو الأمر محتاج إلى تقميم صحيح أول أخوة لو عمله رسوم بسيطة أفضل من أنه يدور بسيارة ويظل افترات طويلة في الشمس يعني أنا يكون مقترح يعني ممتاز لأصحاب الأشخاص لمرض هذه التجارة يعني واليوم حتى راح يسهل على المواطن أو المقيم اللي أراد يشتري من هذه الماشية أنه ما يقعد يدور يروح للمكان المعين يعني حتى حمولة أحيانا حمولة بعض الشاحنات في فوق فاقت وتحصل بالنسبة للحيوانات هذه صحيح الضغوطات يعني أنت يعني فعض صراحة يعني أشوف في وجهة نظري يعني هو اقتراح طيب أخي محسن نوافقك عليه ولا تنسى أنه الرمضان مقبل والعياد مقبلة أيضا حول أن أنا قصتكم أسبوع الماضي وكنت أستضيف وظيف حول الشركات التأمين نعم نعم ولكن معرف ما هي الظروف يعني لا بالضبط الموضوع قائم والموعد اللقاء أيضا قائم راح يكون معنا مدير عام قطاع التأمين لكن هي فقط مسألة تنسيقية قد يكون يوم الغد أو في الأيام القليلة جدا القادمة التنسيق قائم وأنا أكد لك في هذا الموضوع النقطة الأخيرة الأخ محمود بالاقتصار بخصوص الابتصالات يعني نعم نحن نعاني كما قلت لك ونحن لازل نعاني وما في رد يعني من الجهة المقتصحة حول الاتصالات الاتصالات بشكلها العام تقصد تشغيل الاتصالات بالأخص في ولاية العوابي وادي بني خروص العوابي طيب في عليكم تتواصل مع الشركة المنفذة أو الشركة العاملة حول الاتصالات ويوفيونا ويشوفونا حل لهذه المثلة يعني جميل وانا الآن وردتنا الإشارة محسن من ربما تماظر الآن تماظر تأكدوا أن موضوع التأمين إلى الآن موجودين معنا ليوم الأحد القادم يوم الأحد يوم الأحد القادم إن شاء الله آه تمام لكن بالنسبة للاتصالات لأخ محمود نعم يالتكم أنكم تهتموا في الموضوع لأننا نحن بأمس الحاجة ونعاني منذ خمس سنوات يعني بالأخص الآن كانت في شبكة موجودة شبكة في المدارس الآن أطلانة يمكن ما يحاول ما يقارب ثلاثة تسابيع أطلانة لشبكة الانترنت هي كشبكة يعني موقتة أو كده متعاملة مع وزارة التربية الآن لو تبقى تروح أي مدارسة معنا في الوادي تسحب مثلا تقرير عن والدك يقول لك الجهاز متوقف منذ ثلاثة التابيع ووزارة التربية عندها فكرة عن هذا الموضوع واضح أخي محسن فقط لأنه عندي سعيد اللمكي أيهون ينتظر من دقائق أشكرك حياكم الله أحسنت سعيد سعيد اللمكي سلام عليكم مرحبتين أخي محمد الله الله يسلمك سمح ليبقينك على الخط دنيا آخر مسموح يا أخي الله يسلمك بالنسبة لطريق صور الأشخرة طريق صور الأشخرة صور الأشخرة من راس الحد إلى قبل أصيلة تقريبا الشارع هذا من أيام الأنوان المناخية لحد الحين ما تطلح أبدا يعني سبحان الله بس الله معمول تحويله ومن الآن التسابيع كنت في المنطقة هذه وحصلت إسراء سيارة خليقية إسراء كويتية يعني ما شاء الله قافز على الشيء ما بدون ما كان يعرف الشارع أبدا الحمد لله أنه ما صار عليهم شيء له وكان يعني بهذه السرعة الهائلة كان أكيد هو عائلته يعني راحين فيها يعني صحيح الحمد لله أن الله سلم من الأنوان المناخية حتى لو وقفت سألت أحد المواطنين قال من أيام الأنوان المناخية طيب من مشاهدتك للمكان أخي سعيد إيش طبيعة الضرار الموجود هناك وليستدعي كل هذه التحويلات أيضا الشارع كامل من قطاع من أيام الأنوان المناخية لكن إيش طبيعة الضرار الموجودة على الشارع؟ الضرار ما يرشدك أننا في تحويل أمامك في أعمال إنشائية ترافق التحويلة؟ ولا أي شيء بس أنهم عاملين خشب وعملين جذع من نخال المعرفين موجود والطريق سالك التحويلة لا هذا الموضوع تحديدا والطريق هذا حيوي ومحتاج إلى عناية لا تنسى أننا مقبلين على فصل الخريف ونحن اليوم ندعو إلى تنشيط الحركة السياحية في السلطرة المفروض حتى أنا أقولك بأمان أكلمت عن المواطنين وسألتهم قال هذا ما أيام النواء المناخية وفي نقطة تفتيش هناك للشرطة وسألت نفس السؤال قال هذا من زمان يعني طيب واضحة رسالتك أخي سعيد ونحن لها مباشرة الجهة المعنية بالعكس هذا هو برنامجكم والجميع يستفيد الجميع يستفيد من هذه الملاحظات الله يسلمك شكرا جزيلا لك سيف بن ناصر معي الآن سيف كيف حالك مرحبتين أخي سيف كيف حالك محمود الحمد لله اللي سلمك مبروكين بالأمطار والشيء الحمد لله رب العالمين عساها إن شاء الله عامة نساعدك الأخ محمود كلمنا من زمان عن أرسال النورس في ولاية العمرات منطقة عدن والسابعة والثامن حتى الآن ما حد قانا يا أخي ولا تسووا له إيه حاجة وين تحديدا في العمرات؟ هي ومنطقة العمرات ولاية العمرات منطقة السابعة ومنطقة عدن ومنطقة السابعة أرسال منقطة نهائية عن النورس طيب وإيش تستخدمون الآن مشغل الثاني؟ مشكلة إن حياءك والله والنورس مندمر نهائيا يعني أول كان ما مسوي شركة مال حياءك نعم فالحين ضافوا في المنطقة السابعة مال حياءك وضاع مال النورس وثالث شي عن الشوارع اللي تكلمنا عنه من زمان اللي حضر اللي في الشارع الفرعي نعم مدي من الخامس إلى يربط الخامس والسادس والنهضة نعم هذا كله يا أخي حضروا ما حد حتى الآن وين البلدية راحوا عن الموضوع هذا مهم طيب وثالث شي لبيع الخضروات في الشوارع أو في المضالات بين يجسوا الناس يا أخي نمس أذيين من هذا الناس العصر يوم تقيد شوفها هذا الخضروات اللي فايضة فقر رصيف اللي خربانه ويعقوها كذاك حتى ما حد ينزبع عليها مهم فالرجاء يعني الملاحظات هذا السلاح الملاحظات تهتموا فيهم إن شاء الله حاضرين وأعتقد أيضا هذه الدعوة للجهات شكرا لك سيف شكرا أيضا هذه الدعوة يعني أحيانا كثير مشاكل الاتصالات واليوم نحن ما عدنا كثير أو أعداد كبيرة من المشغلين هم يعني هم النورس وعمانتل فبالتالي إذا كانت هناك ملاحظات تهمكم يا عمانتل والنورس من فضلكم أيضا وافونا بردودكم لأن اليوم المواطن أو المشترك خلنا نقول المشترك اليوم يشتري هذه الخدمة من قبلكم نحن نعرف تواجه تحديات ولديكم خطط ومساعي وغيرها لكن على الأقل المواطن أو المشترك مرة أخرى يحتاج إلى رد أو تبيان حول عدم توفر الشبكة في منطقته ومتى ستكون هذه الشبكة متوفرة الطريق متضرر موضوع الخضروات والفواكه هذه أيضا إلى الجهات المعنية أتصور لي اتخاذ اللازم أو الرد ببيان للبرنامج عدنا مكلمة من حسن الشقصي حسن سلام عليكم أخي حسن سلام عليكم مرحبا وعليكم سلام لأخي محمود كيف الحال؟ بخير الحمد لله الله يسلمك حدا منك الرحمن يا أخي حياكم الله أهلا وسهلا بالعكس حلقة عامة اليوم تناولنا فيها عدد من الردود ما زال رد رح نتلقى إن شاء الله بعد دقائق من الآن ولكنها عامة أيضا في ذات الوقت أخي محمود أنا بس عندي ملاحظة على صناعية في ولاية بهلا فضل أخي حسن المنطقة الصناعية في ولاية بهلا لأهالي أقاموا صراحة الأمر مشاريعهم وقدسوا ملايين ريالات فيها لكن إذا قيت أثناء الأمطار ما تقدر تدخلها وقت الحر ما تقدر تدخلها أبدا بكسف الغابار لي فيها خلنا حسن نبدأ نقطة نقطة ليش أثناء الأمطار ما نقدر ندخل إلى المنطقة؟ لأنها أرض وحلة وحلة فبتها ناعمة لأبعد الحدود طيب ما فيها شارع ما فيها شوارع ما فيها أبدا فيها خط واحي صغير والبقى لا يجعل طيب وموضوع الدخول وموضوع ما طالبنا فيها كثير لأبعد الحدود وصلناها للوزارة عدة مرات نعم ولا جواب الآن لنا عن المواطن خسران كثير خوي محمود فيها كثير جدا جدا تقصد المواطن المستثمر في المنطقة الصناعية ما هو المستثمر من غير المواطن مستثمر فيها يعني مستثمر مواطن صحيح كارثين مئات آلاف في كل واحد مشروعه ولا يتشتغل مشاريعهم من يدخلها هذا الصناعي يعني نقول اليوم المنطقة الصناعية في بهلة ما فيها حركة نشيطة اللي ممكن تشجع الناس إنها تروح حركة عارقة مثول حركة تكلفة اللي عاد متكلف يروح كل ما متكلف ما يروح من يجب غير يدخلها إذا بس أمطار خفيفة ما تقدر تدخلها ووزارة بلديات الأقليمية على علم دائم بها طيب إيش ردودهم الجهات المعنية أخي حسن الجهات المعنية إن شاء الله ولا يهمكم وقريبوا إن شاء الله وزي الخطة موجودة سنة لأخرى وإذا المعانا نعانيها كثير لها بعد الحديث والصناعية قائمة يعني كما تقول منشأة بها نعم لكن من بيدخلها؟ كل حفرة بكل الأكبر ثم إن إذا جيت أسرع الغبار ما تقدر تدخلها لحظة أمه الأمطار ما تدخلها لأنها تربة نوع ممزل كما تقول بطحين طيب إيش محتاجة الآن الصناعية حتى نحل هاتين المشكلتين؟ نحن محتاجة؟ محتاجة أول شيء تأهيلها الشوارع؟ تأهيل الشوارع يعني للتغلب على مسألة الأرض الوحلة؟ أدخل مكان في الجدادر أتقول إن المسكنة تمسحها للشوارع مالا ما يوجد والشراج كلهم تحفر مكان طيب والوضع سيء أنا أقول لك بكل أمانة سيء لها بعد الآن أدوار البلدية واضحة في هذه المنطقة أخي حسن؟ كيف أستاذي؟ أدوار البلدية أدوار البلدية ومتعم البلدية نحن رجال البلدية تقول أنا ما عندي أعتمادات مالية لهذه المنطقة نعم الاعتمادات في الوزارة طيب خلنا نستوضع العام قالوا لنا مخطصوا لكي بخمسة كيلة فرحنا بيها ما شفر الشيء طيب كل سنة يقولون بشيء وزارة البلدية الأقليمية على عندها وأيام كانت الوزير السابق يعني حقيقة لابناء الزيارة وكان بيزور وأعرف الوضع أنا بنفسي قادل فأنجل وقال محتاجة المنطقة وأنا عارف عنها نعم فتغيرت الأحوال وصارت أسوأ لكن كل أحوله ولا قوة لكن ما زلنا هذه دعوة أيضا إلى معالي وزير البلديات المؤقرة أن يزور هذه المنطقة يعني يظل هذا المطلب موجود طيب كل من النقطة الأخرى للنت نعم الإرسال ضعيف لأبعد الهدل هذا الخاص بالي المواطن يؤدي الاشتراك ولا ينال دقيقة منه بيقبص اشتراكات الانترنت نعم نعم وخاصة النورس المواطن يبذل لكن وين العمل لا يجب المقابل للبذل المال صحيح طيب يجب أن يفعل هذا الأوضاع عن الأخ محمود يجب أن تتعدل والحمد لله احنا في خير ويحبكم مثلا الحمد لله رب العالمين رشيدة في خير بمداخلاتكم وبمقترحاتكم وبتعاون أيضا الجهات المعنية احنا رح نتغلب على هذه المشاكل لما أتوقع عنها عميقة هي سهلة بتعاون الجميع شكرا لك حسن وسهلة كما قلت لأخ محمود لكن يبغى لها الأشياء نوع من المتابعة ونوع من التنفيذ جميل احنا معين صراحة من المطالبة ويجتكلونها من وقت لآخر لكن التنفيذ متى الله أعلم إن شاء الله متى الله أعلم جميل واضحة رسائل لك حسن شكرا جزيلا لك الله يسلمك حياكم الله ننتقل إلى مكالمة من محمد الشامسي محمد سلام عليكم السلام عليكم مرحبا محمد كيف حالك حياكم الله بخير الله يسلمك يا مرحبا حياكم الله اتفضل محمد أقول لك بخصوص موضوع عقامة حركة السير بسبب الحوادث البسيطة صير حوادث بسيطة توقف الشارع كيلوين ثلاثة كيلو آخر شيء على حادث بسيط وتعرف محمد أنت مدرك الآن الخطأ خطأ من؟ خطأ السائقين خطأ السائقين لأنه الآن أتوقع هذه الرسالة تقريبا أنا متأكد منها إلا إذا في تصحيح واف نبا أو للجهة المعنية واف نبا الحادث البسيط ما مطلوب أصلا من سائقين مركبات البقاء في موقع الحادث يتفقوا ويبتعدوا عن موقع الحادث ويخلوا الصف من السيارات يسير بطريقة عادية أحيانا تتفاجأ مثل ما تفضلت طريق مزدحم لكيلوين أو ثلاثة كيلو مترات وفي الأخير هو حادث يعني والله أقل من بسيط أمس الأخ محمود في الأخوير مرتين حادثين بسيطات مريت عليهم لكن الحركة مال كيلوين أو ثلاثة كيلو دور طرق بديلة آخر شيء على حادث بسيط وما زالهم في نفس الموقع وما رضي حد يحرك سيارة وما زالهم في نفس الموقع في نفس الشارة وموقفين أربع اتجاهات واليوم اتوقع في الحوالث البسيطة حتى الشرطة ما تتدخل إلا أثناء عدم تفاهم الأطراف المفروض هم يروحوا مباشرة لشركات التأمين فعلا فعلا وبعدين في قانون بالنسبة للمحافظة نتقط النتيجة للهام مروري في أي حادث بسيط يخلو الموقع صحيح المطلوب أول شيء من الشرطة هي ثلاث نقاط نقاط الأولية بداية من العمليات عند الاتصال بالعمليات يبلغوهم وظف العمليات يبلغوهم يخلو الحركة وفي حال عدم خلال حركة تحرر مخالفة حال وصول دورية مخالفة عركة حركة سير في دول أخرى معمولة به أخذ المخالفة معمولة به لكن إذا كانوا ما متفاهمين محمد الحادث مهما كان الحادث بسيط سهلين بناء أما بالنسبة للحوادث المصابين وحادث قطع إشارة الحامرة وحوادث المصابين هذه الحوادث التي تروح محاكم هذه حوادث أمورها غير أما الحادث البسيط يا عدم ترك مشافة كافية يا رجوع الخلف بالانتباه يا انحراف هذه أمور بسيطة جدا جدا عادث بناء الحادث صحيح كلامك منطقي وواضح يا محمد النقطة الثانية بخصوص الزوادية طيق ودفاع نعم البريم يحفيت نعم هذا الخميس الماضي صار حادث توفن فيه شخصين حلا يرحمهم ويغم يرحمهم الجنة ويعني كل فترة وفترة هذا الشارع دائما وحيوانات بشكل مستمر فيه نعم لكن وزارة النقل للتصالات ما أترد عن ذا رغم أن الشارع الوحيد لا يربط الظاهرة بالبريمي عن طريق حدود السلطنة نعم ولذا عفوا أن تلازم السلطنة سوى برنامج عنه برنامج كامل مفس الشيء ولا صار إي شيء فيه نعم فنجاء الوزارة النقل للتصالات لو تسوي الزواجي لها الشارع أو أقل شيء مبدئيا إنارة حتى الإنارة غير موجودة في هذا الشارع غير موجودة طبعا وهو الشارع الوحيد تقريبا 45 كم صحيح طيب هذا مطلبك لأخير مهم يعني ونحيله ورح نتابع هنا من قبل فريق العمل بالنسبة للنقل والتصالات لكن نأمل أيضا تعاون وزارة النقل والتصالات في الرد على كل هذه الملفات شكرا لك محمد بعد في نقطة لخ محمود اختصر لرجاءتنا لأنه عندي لأحد الضيوف على الخط إن شاء الله بالنسبة للإنارة في إنارة في البريمي عند تقريبا كليلية البريمي من كذا شهر وهي مطفية أعتقد أنها حاجة بسيطة لا تحتاج الأمور لعدة الشهر يعني مسافة 3 كيلو أو كيلوين من قطع الإنارة أعتقد يفترض أن تكون هناك شركة شركة مخصصة لمتابعة الإنارة يفضل أن يتم التواصل معها أعتقد مثل ما ذكرت الموضوع سهل بكثير لكن يحتاج إلى متابعة شكرا لك محمد أعطيك العافية أحسن أحياكم الله بنتقل الآن مستمعين الكرامي للمهندس الفاضل أحمد بن سعود الكيمياني مدير دائرة اسكان سمائل أهلا وسلام بك المهندس أحمد كيف الحالة؟ الحمد لله سلمك كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير أحياكم الله المهندس أحمد تواصل معنا أحد المتصلين وتحديدا كان يتحدث عن دائرة الإسكان في سمائل ويتحدث عن ملاحظات منها ضعف الشبكة قلة الموظفين الموجودين وأيضا زيادة أعداد المراجعين وحتى عدم وجود خدمات مثل الخدمات الأساسية التي يفترض أن تكون موجودة في دوائر المراجعين فكان هناك مطلب بإعادة تهيئة المكان من ناحية الخدمات التي يجب أن تتوفر فيه وأيضا تغلب على الملاحظات المتعلقة بالشبكة والموظفين ما هو ردك كمدير لدائرة اسكان سمائل؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أود التوضيح بأن دائرة اسكان سمائل تقدم جميع الخدمات الاسكانية لثلاث ولايات نعم وهي ولاية سمايل وولاية تزكي وولاية بدفج نعم بما معنى أن الدائرة تقدم خدماتها لأكثر من مائة ألف نسمة نعم مما يشير لوجود بعض الضغط على الدائرة صحيح لأن الحمد لله تم معالجاتها أما بالنسبة لملاحظة الأخ خالد في البداية أود أشكر الأخ خالد على هذه الملاحظات وهذا يدل على حرصه الشديد على إظهار الخدمات التي تقدمها الوزارة بالشكل المناسب نعم وكذلك التسهيل على المواطنين بشكل عام نعم بشأن ملاحظة حول المبنى نعم فأود التنويه بأن المبنى الحالي هو مبنى مستئكر نعم وهو عبارة عن مبنى سكني تم عمل به بعض التعديلات بما يتناسب مع مطرطالبات الوزارة ومراعات تهيئته لاستقبال المواطنين وإنقاذ معاملاتهم بالصورة المناسبة نعم بالنسبة للمسجد فحاليا يتوفر مسجد قريب من الموقع بمسافة تقل عن المائة متر وكذلك بالنسبة للمقهى نعم وهي في تصور مناسبة للوضع الحالي ماذا عن خدمات المياه ودورات المياه أيضا في الدمك؟ بالنسبة لدورات المياه تتوفر لجميع الأقسام وقد يكون ملاحظة الأخار بالنسبة للمراجعين نعم للمراجعين تتوفر في جميع الأقسام فقد يكون ملاحظة الأخار على قسم السجل العقاري فإن العبارة عن ملحق تم إضافته بشكل مؤقت نعم وأود الإشارة هنا لأن الوزارة وبحمد الله تعالى تندت مناقصة لمبنى دائرة الإسكان بسمائل بمنطقة سويريك بالقرب من دائرة القوى العاملة وتم مراعاة جميع الخدمات المطلوبة كمبنى حكومي متكامل بما فيه قاعة استقبال موحدة لجميع الأقسام جميل مع توفير شاشات عرض بالإضافة إلى توفير مزيد ودورات مياه تقدم جميع الفهاد جميل هو المهندس أحمد أنا كنت أريد أسألك أنه لما كنت تقول لي أنه تمت معالجة هذه التحديات الآن كنت تقصد بصورتها الحالية في هذا المبنى المستأجر لكن بشكل أكبر هناك تذكر أنه مناقصة قائمة لعمل مبنى يعني كبير ومجهز ويلبي هذه الاحتياجات اليوم نتحدث عن أكثر من مئة ألف نسام نعم طيب المبنى هو حتى في مرحلة القواعد نعم حتى يمكن المواطنين يلاحظوا هذا الشيء وإن شاء الله بيكون يلبي جميع الطلبات مسألة وقت فقط انتظار كم بيكمل سنة يوصل إلى 2015 بتوقع إن شاء الله خلال العام القادم بإذن الله طيب شكرا لك المهندس أحمد بن سعود كمياني مدير دائرة اسكان سماعيل شكرا لك يعطيكم العافية موفقين الله يسلمك حيكم الله عندنا اتصالات منا طيب ناخذ اتصال أيضا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلو الله سلام الجعفري كيف الحال؟ مساء الله خير أستاذ محمود ومساء الله لكل من يجتمع لهذا البرهان حيكم الله أخي سلام حقيقة أننا أنت ربما تكلمت في في مكالمة سابقة لسيف العوفي نعم حول بعض المشككين بأن هناك أسماء ربما يكون لديهم اتصالات مفتوحة أو إلى آخر نعم بالنسبة لبرنامج نحن نبي هذا الكلام ما هي إلا محاولات والخطوط مفتوحة للجميع والله هذا لنعهد وعدنا رقمين البرنامج هم على فكرة رقام الإذاعة العامة بشكل عام وفي وقت بث برنامج البث المباشر يكونوا لبرنامج البث المباشر وأحد الأرقام فيه أكثر من خط يعني بإمكان المتصل أن يسمع رنين ولكن يبقى أنه هناك مكالمة أيضا موجودة معنا على الهواء يعني الآن مثلا مكالمتك على الهواء لكن الأرقام راح تظهر صوت الرنين بالنسبة للمتصلين اللي هم الآن على الانتظار بالنسبة أنا أحب أشاطر الأخ اللمكي الذي طرح موضوع طريق رأس الحد الأشهرة بالضبط سعيد وهناك تأثير من الانواع المناخية خاصة بين بندل جديد والسويح هناك قطعة يعني متأثرة وكذلك لو قينا إلى الصليب بين الصليب ومنطقة أصيلة ومن أيام الانواع المناخية الأخيرة وهي فت إلى الآن وهذا الطريق هو تابع لوزارة النقل والاتصالات نعم نتمنى من الأقوى المعنيين أن يهتموا بهذا الجانب كون هذا الطريق طريق يمثل نقلة سياحية للمرتادية المنطقة الشرقية ونحن على وشك إن شاء الله بعد رمضان استقبال موسم سياحي بالنسبة لهذا المناطق في ولاية جعلان برباحي بالضبط بالضبط وهذا الكلام اللي كنا نقوله ويفترض يعني أن يستدرك هذا الأمر بشكل عاجل ومبكر جدا حتى على الأقل يوفر أمرين مهمين تشجيع السياحة في السلطنة ويدعم هذا الموضوع وكذلك يدعم موضوع الحد من حوادث المرور اللي اليوم نشتكي منها اليوم هذا الطريق غير جاهز وبالتالي فرصة التعرض لحوادث كبيرة أيضا وارد كثيرا من الحوادث وقعت وبالسبب يعني لم تكن هناك اللايحات الشادية واضحة ربما الناس المرتادين القرب الذين يأتون إلى هذه الطريقة يتفاقئون بشكل يعني عشوائي أن هناك منعطف ومنحنى خطير فهذا تسبب الحوادث كثير صحيح إذن خلنا أضيف سالم إلى كلامك اليوم الشكوى مؤكدة مرتين بخصوص هذا الموضوع فأتمنى حقيقة من الجهات المعنية وحتى من الشرطة اتخاذ موقف معايا من هذا الأمر على الأقل حرصا على سلامة مرتادين ومستخدمها أنا تكلمت مع الأخر رائد مسؤول مركز قعلان بن ابو حسن وهو قال نحن وبعثنا بعدة خطابات حول هذا الموضوع ولكن الأخوة المعليين لم يردوا حول ذلك ولم تتم معالجتي بالشكل الصورة التي كان عليها هذا الشارع نعم نعم سأل من نقطة ثانية من فضلك باختصار النقطة الثانية هي حول وزارة التربية والتعليم حول الترقيات 2009 من الأقل المعلمين ترقيات 2009 نحن نتعمل من وزارة التربية والتعليم كل خير ومن معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة أن تنظر إلى هؤلاء المعلمين بالتكريم وتحفيزهم وكذلك المعلمات الذين ينتظروا هذه الترقيات بفارق الصبر والله أخي سالم اليوم في جهات رقة 2010 وفي بعضها اللي بدأ ورقة 2011 إذا نحن نتكلم في 2019 ورقة 2011 وهذا إنجاز تشكر عليه المعلم لا يريد تكريم بشهادات تقدير المعلم يريد تكريم بحوافز يريد يريد تشقيع بالدريقات على أساس نحن نهتم بقودة التعليم ونهتم بالكوادر العمانية التي معنا نشجعها فلماذا هذا التأخير في هذه الترقيات وكذلك بالنسبة للدفعات الذين ترقوا 31-12-2009 تم ترقيتهم على أن يبدأ بها من 1-1-2010 هل رايحهم يشملهم الترقيات أم لا؟ نعم إذن هذا الأسألة لوزارة التربية التعليم النودة الثانية أخي محمود اختصر الله خليك عندي سعيد المقبالي على خط هو إلى ديوان البراط السلطاني نعم بخصوص علاج الفئات التي تعاني من أمراض مستعفية نعم ولا يوجد لها علاج بالسلطنة نتمنى التسريع من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية بالديوان التسريع لهذه الفئة نعم يعني والله أنا معي واحد من الأصدقاء يقول أنا أبكي لما أشوف ابني يتألم وهو عمر سنة وبعض أشهر هل يريد المسؤولين أن نبكي أمامهم؟ يعني نحن نبكي من ابني لما يتألم وهو طفل صحيح فلماذا هذا التأخير؟ يعني هو سبق وقدم التقرير إليهم والتقرير من المشتشف الصفاني لا يجد له عليه وحتى هو متفرع على أساس أن يوديه إلى الخارج بأسرع وقت ولكن يقول هل نحن المسؤولين؟ يريدون أن نبكي أمامهم يعني كفينا نبكي في بيوتنا لما نرى أطفال لا يتألمون نعم ومثل ما وافقوا وحصلوا مجموعة من الناس أيضا على فرص للعلاج بالخارج من قبل هذه الدائرة المعنية بذلك ياخه أيضا مفترض أن يعمم وهو مفتوح لكل مواطن نتمنى المواطنون السواسية أمام القانون المواطنون السواسية في الفضل السامي من مولانا حضرت صاحب القلالة بالضبط لماذا هذا يتأخر وهذا خلال يومين يسفر إلى الخارج وخلال الأربع أيام؟ طيب واضحة سألة من رسالة شكرا لك أشكرك يعطيك العافية أحسنت فقط لأنه بقت عندنا دقائق راح نأخذها مع سعيد المقبالي سعيد السلام عليكم عليكم السلام شيخ العزيز كيف الحال؟ بخير الحمد لله حياكم الله الله يسلمك شيخ العزيز النقطة الأولى بالنسبة لبلدية صحار للأراضي التقارية نحن مقدمين طلب من تسعة وتسعين والصناعية من ألفين وواحد لحد الآن ما طلع لنا أي أرض من الأراضي هذه معاك سعيد في المكالمة ونحن في دقائقنا الأخيرة بس من فضلك فقط وطي لصوت المذياع يتردد عندي صداء إن شاء الله شيخ العزيز نعم عندكم مطالب من اثنين وتسعين؟ نعم من تسعة وتسعين من تسعة وتسعين عراضي تقارية وصناعية ألفين وواحد ولحد الآن ما ما يعني ما تم البد فيه هنا الله يرضى علينا طيب ما راجعتوا لإخوان تعرفتوا أي سبب هذا التأخير ولا متى دوركم راح يحين؟ والله يا شيخي راقعنا لكن لا حياته لمن تنادي الله يغفر الوالديك طيب والأمر الثاني بالنسبة لهيئة العمانية الأعمال الخيرية نعم عطونا قزاهم الله خير الهيئة مساعدات إحكانية يعني بناء غرفة وحمام وخبرونا بأن نجيب مقاولين ثلاثة نعم وتم توقيع من قبل سعارة الوالي وشيخ المنطقة قزاهم الله خير ولكن المقاولين هذه الأغنية لم يساعدون ببناء الغرفة والحمام اللهم وقعوا على الهيئة العمانية الأعمال الخيرية وقعوا على الأوراق الرسمية ما علي اختصر لي سعيد كيف وقعوا ما قاموا بعملية البناء ما قاموا بعملية البناء شيخ العزيز طيب يفترض أن يكون هناك التزام ما تابعته مع الهيئة والله تابعنا مع الهيئة وقال كلنا غيروا المقاول وغيرنا ووقع على الأوراق ولكن لم يتم بناء أي شيء طيب استبدلوا هذا المعالي قدموا شكوى يحتاج على الهيئة العمانية الأعمال الخيرية هي أما تعطينا المبلغ كفقراء أو يعني مثلا هي تقوم ببناء الغرفة والحمام جميل لكن سعيد أيضا نحن الآن أمام مشكلة مقاول يسند إليه أمر معين ويقوم بتجاهلة يما أنكم تختاروا المقاولين الخطمة احترامي للجميع أو أنكم يجب أن فعلا تختاروا المقاول الجاد واللي ممكن يقوم بعمل هذا المشروع بشكل منظم وسريع نحن لا ندخل في قلبه نقول لحقك مضمون من قبل الحكومة الرشيدة وكذا وهو يوقع على الأوراق ويعتمد سعارة الوالي الأوراق جزاء الله خير والشيخ المنطقة جزاء الله خير والهيئة تأكدت سعيد عفوا حتى نستثمر فقط الوقت تأكدت أنه ما في خلل إجرائي بينكم وبين الهيئة أيضا على الجانب الآخر نعم أنا مستعد أجيب لك أوراق مقاولين عندي مستعد موقعنهن يعني سعارة الوالي وموقعتنهن الهيئة موقعنهن شيخ المنطقة ومستعد عندي إن الإجراءات كنا صحيحة نعم ما عم صورنهن الأوراق الله يرضى عليك طيب هذه ملاحظتك سعيدة للهواء نحن نعتذر من الجميع ووصلنا إلى نهاية البرنامج اليوم شكرا لك سعيد تمام سعيد الله يحفى أحسن عزك الله بالجمع شكرا لجميع المتصرين شكرا لضيوفنا في حلقة اليوم نلتقيكم مستمعين الكرام في حلقاتنا القادمة تحديدا يوم الغد الثلاثاء سيكون الموضوع عن الخدمات البريدية التي يقدمها بريد عمان أيضا استغلال وسائل الاتصال الحديثة سيكون موضوع حلقة يوم الأربعة يوم الخميس سنتحدث عن المخدرات ويوم الأحد كما ذكرنا في البرنامج سيكون الموضوع عن قطاع التأمين هذا هو المخطط نلتقيكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة هذه تحيات طاقم عمل البرنامج إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر